أهلاً وسهلاً بيكم حلقة النهاردة بناءً على طلبكم لمناقشة ظروف الجريمة المروعة اللي هزت مصر الأيام دي وليه المجرم لم يقبل رفض الضحية ليه وأصار إما تقبله أو ينهي حياتها عقاباً ليها ونفس ده بالفعل للأسف وهل المجرم ده نرجسي ولا إيه مشكلته؟ هنجاوب علمياً على تساؤلاتكم بحيث نستخلص من الحدث المزلزل ده دروس نحمي بيها نفسنا ونربي ولادنا وبناتنا صح عشان نتفادى بعض المفاهيم السامة الاجتماعية اللي وصلتنا للوضع المؤسف ده وهتلاقوا روابط قوائم الحلقات المتعلقة على الشاشة في آخر الحلقة وفي آخر جميع الحلقات وكمان في وصف الفيديو ده وفي كل الفيديوهات على القناة تعالوا نبتدي ايه أكتر حاجة بتخاف في الرجالة؟ ايه ده هي الرجالة بتخاف؟ اه طبعاً مش الرجالة بشر الخوف شعور طبيعي كل الناس بتخاف والرجالة بيخافوا من حاجات كتير والراجل أكتر حاجة بيخاف منها الرفض والفشل ده خوف موجود عنده أي راجل عموماً وبيتضاعف لو كان الراجل ده نرجسي لأن المجتمع بيربي الزكور عموماً النعيب يعبروا عن مشاعر الضعف فلازم يداروا خوفهم ده بأي حاجة بأي وجهة يستخفوا وراها عشان ينكروا إنهما خايفين فرد الفعل المعتاد هيكون محاولة استعادة السيطرة بمظاهر القوة والعنف والعدوانية لأن أكتر حاجة بترعب أي راجل إنه يفقد السيطرة يشعر إنه مش قادر يسيطر على المواقف اللي هو بيتعامل معاه طيب هل الخوف ده حاجة وحشة؟ لازم نتخلص منها يعني شعور الخوف ده شعور سلبي سيء المفروض منها لنكون ما بنخافش لأ طبعاً مفيش إنسانياً حاجة اسمها إنسان ما بيخافش ده يبقى مرض خطير لو إنسان ما بيخافش الخوف أحياناً بينقذ حياتنا زي ما شرحنا في حلقة نعمة الخوف الخوف عاطفة إنسانية طبيعية نفتقد الخوف تماماً زي ما قلت ونتبلد ونبدأ نتصرف بمخاطرة مبالغ فيها أو بتبلد في المشاعر فنبقى شايفين مناظر مؤلمة ومؤسفة ومؤزية وقفين نتفرج أو نصور بالموبال زي ما شفنا في الجريمة المؤلمة دي وعلى فكرة المخاطرة المبالغ فيها وعدم الشعور الصحي بالخوف من صفات السايكوباتية أو العكس إن الخوف يتحول لعنصر أساسي في حياتك مش بس كمعوق ولكن كمحرق كمان يعني يتحكم فيك تماماً ويملي عليك تصرفاتك وتفكيرك وإسلوب حياتك وده اللي بيحصل في التربية النرجسية سواء داخل البيت أو في المجتمع ككل إنها بتربي بالخوف فأدي أول نقطة لازم ننتبهي لها كلنا وهي مبالغتنا في إننا سبنا الخوف يسيطر علينا فبقى محرق أساسي من أول الخوف من كلام الناس يعني كلمة الخوف تتردد في مجتمعاتنا وفي حياتنا العادية كتير جداً الخوف من كلام الناس الخوف من المستقبل الخوف لا يكون كذا وكذا كلمة الخوف على لسنة طول الوقت وده شيء مش صحي تعالوا نشرح بالتفصيل ونشوف ليه الرعب عموماً والرعب من الرفض بيسبب مشاكل كبيرة وليه أكبر مخاوف الشخص النرجسي عموماً سواء راجل أو ست هو الخوف ولكن في العلاقات في مجتمعاتنا الراجل هو المبادر مفيش ست بتتقدم لراجل فهتخاف من الفشل لو رفضها فهنشوف الظاهرة دي أوضح في الرجالة وده هيكون المثال اللي هنركز عليه ولكن مشكلة الخوف من الرفض موجودة عند أي نرجسي سواء راجل أو ست كان فيه أغنية من كذا سنة أثارت ضجة ضخمة كانت بتتكلم الشاب اللي بيغني كان بيتكلم عن شاب بعكس بنت وبيهددها إنها لو رفضته هيعمل ويسوي وهيدع عليها ويربي يحصل لها ويحصل لها الأغنية اسمها عشان تبقيت قولي لأ وقتها ناس كتير جداً وأنا منهم كتبنا بوستات نقول فيها يا جماعة الأغنية دي ترند خطير جداً بيهدد البنات لإنه بيرصخ في وعي الشباب الصغيرين والبنات الصغيرين إن ده الوضع الطبيعي إن اللي يطلب حاجة لازم ياخدها وإلا من حقه يهدد وينتقم وساعاتها كتبتلكو بوست تانية ميل للفكاهة إن دي نفس الفكرة اللي في أغنية عبد الحليم مغرور هتتحكوا طبعاً ناس كتير هتقول إيه دي أغنية جميلة أيوة الأغنية جميلة وتصورها جميل ومزيكة جميلة وكل حاجة ولكن معنى الأغنية كل غلطة الست اللي في الأغنية دي إنها إيه مش قبلها واحد بيحب واحدة وهي مش عايزها ومش متجوبة معاه وده عادي جداً وحقق أي إنسان إن شخص رجل أو امرأة يحاول يتقرب منه سواء عاطفياً أو في صداقة أو معاملات أو شغلة أو أي حاجة في الدنيا ومن حقي الطرف الآخر نو مكنش مرتاح في العلاقة دي فما يبقاش بيدي وش ومش عايز يستمر في العلاقة ولكن الأغنية بتتكلم عنها إن هي بقت مغرورة وإن ده مش في صالحها وإن مسرها تندم وإن وضع منها يعني حاجة كنز كبير جداً وإنها مسرها تخضع وتقباله صح؟ مش دي رسالة الأغنية اللي كلنا كبرنا عليها ونرددها عادي جداً على إنها أغنية جميلة يعني فهي نفس الرسالة بالزبط اللي في أغنية عشان تبقيتقولي لا ولكن بشكل مناسب للعصر يعني وللمجتمع اللي بقينا فيه بعد 30-40-50 سنة من الأغنية الأصلية وما أكتر المشاهد في الأفلام القديمة وإنتم لاحظين أنا بدأت بتكلم عن الأغاني والميديا لإن ده من أكبر المؤثرات اللي رسخت هذا المفهوم في مجتمعتنا إن مش من حق البنت ترفض ما أكتر المشاهد في الأفلام القديمة لما راجل يحاول يحضن ست أو يقبلها وتقاوم بكل قوتها كواحدة ست ضعيفة فيتغلب عليها بقوته البدنية كراجل فيحصل إيه بقى؟ تخضع وتقبل وتستمتع كمان وتسيب نفسها خالص وتبقى بتحبه وممكن تتجوزه كل حاجة عشان هو من وجهة نظر الفيلم اقتحم الست دي بالعافية ودي فكرة خطيرة جدا لأي حد عنده ميول تحرش أو اقتصاب ومقتنع إن الستات مجرد مكسوفة أو بتتدلل عليه ويتمنعنا هون رغبات وإنها لما بتقول لأ ما بتكونش أصدى الحقيقة إنها تقول لأ ده مجرد دعوة لإننا نلعب جيم إن أنت يعني أنا أجري وإنت تجري وراي وحاجات بالشكل ده ولكن هي في الحقيقة موافقة ومستمتعة بالانتهاج الكلمة عنيفة صح واجعتكم ما هو دي الحقيقة الحقيقة إنه لما ست بتقول لأ وترفض وتقاوم بتبقى لأ وترفض وتقاوم المفروض الشخص يتوقف ويتوقف عن ملاحقتها ويتوقف عن محاولة إجبارها إنها تتقبلوا بالعافية فمشكلة عدم تقبل رفض المرأة لرجل يتقرب لها ده مشكلة متأصلة في مجتمعاتنا وده فكرة نرجسية بحتة إننا كمجتمع ككل المجتمع بحاله على بعضه يتكاتف على يعني حياة وموافقة وإخضاع شخص آخر ويمنع عن الطرف الآخر حق الرفض من حقه من حق أي إنسان فينا يرفض إن حد يلمسه جسديا من حق أي إنسان فينا يرفض إن حد يجبره على الحياة معاه أو على الزواج منه أو على أي شكل من العلاقات ولكن مجتمعنا مصر إن ده مش من حق المرأة وإن مش من حق الست إنها ترفض وإن من حق اللي ترفض دي يعني اللي ترفض من حق الآخر عليها ده إن هو يجبر كم مرة سمعنا جملة الراجل ما يعبوش اللي أجيبه في الأفلام وفي الحياة العادية وفي الميديا وفي الدراما وفي كل حيات كم مرة سمعنا جملة في الدراما وكلنا حفظنا ما عندناش بنات تقول لا صح ولا لا من أساسيات الصحة النفسية إن الإنسان يكون عنده القدرة على قول لا الإنسان راجل أو ست وإن الراجل يعيبه فساد أخلاقه ودينه وطباعه وفلوسه ملهاش أي قيمة في هذه الحالة لو كان راجل فاسد أو سيء وست طبعا نفس الحاجة بس يعني في حالة الزواج لما بنقول الراجل ما يعيبوش اللي أجيبه لا دي فكرة غلط جدا لأن الراجل يعيبه طبعا مشاكل كبيرة كتير جدا صحيا وإخلاقيا ودينيا وخلقيا وكل حاجة يعني عندنا حلقة مهمة اسمها كيف أن أقول لا بدون الشعور بالذنب ضروري جدا تسمعوها مع الحلقة دي المعضلة بقى دي ظهرت على السطح تاني بسبب الجريمة المروعة اللي احنا بنتكلم عليها دي الجريمة حصلت على باب الجامعة في مصر شاب ذبح فتاة في وضح النهار وهي رايحة الامتحاد لأنها تجرأت إنها ترفضه ولما زود في الإلحاح والملاحقة لمدة سنتين متواصلتين أهلها كلموا أهله يقول لهم خلوا يبعد عنها ولما استمر عملوا ضده محاضر في الشرطة ولما بدأ يهددها بالقتل في رسائل المتلاحقة بلغوا الشرطة تاني ولكنه للأسف سبق بتنفيذ تهديده فعلا أمام الناس وأمام الكاميرات وأنهى حياتها في عز الشباب ليه عمل كده طبعا لدراسة حديدة الحديثة للمخ والعواطف الدراسة دي وجدت إن الرفض ينشط مراكز الشعور بالألم في المخ الرفض والألم في المخ جاي من نفس الحتة بيشعرك بدنيا بنفس الألم فمقاومة الألم في المخ تحتاج إن مخك يتعامل بشكل سليم مع المؤثر ده اللي واجعك ده فينتج مسكنات للألم بقدر معين الناس اللي عندهم اضطرابات شخصية أو اضطرابات نفسية كبيرة ممكن يكون عندهم خلل في هرمونات المخ بحيث إنه لا ينتج كمية كافية من مضادات الألم ولذلك بعض هؤلاء الناس بيدمنوا المسكنات والمخدرات عشان يعوضوا بيها البطل الهرمونية اللي جوا بمخهم دي فيصبح ألم الرفض عند الشخص اللي من نوع ده شديد جدا كأن الشخص مصاب بجرح مثلا عميق جدا كأن حد عوره فعلا أو كأن عنده كسر مؤلم جدا في جسمه وفي نفس الوقت الألم العاطفي الشديد الناتج عن الشعور بالرفض ده بيسبب انخفاض طبعا لنفس الدراسة بيسبب انخفاض في معامل الزكاء بمعنى الشخص بيستغبى حرفيا ويبدأ يتصرف تصرفات غير منطقية اللي بنقول عليه فعاله سايقه أو ركبه أو مش شايف قدامه من الغضب فهو حصل له حالتين دلوقتي الشخص اللي عنده مشكلة الترابات سلوكية وشخصية ونفسية ده وممكن يكون عنده الترابات في هرمونات مخه الألم الرفض تحول لألم جسدي شديد جدا وكمان مخه مش بينتج مضادات أو مسكنات للألم بشكل كافي وكمان معدل زكاؤه بسبب الضغط النفسي العصبي البدني الشديد ده انخفض فبقى بيعمل أي حاجة لما نيجي لشخص نرجسي بقى نجد أن الألم أشد كمان لأن مشاعره أمام الرفض معقدة جدا عنده استحقاق مفرط أنه لازم يحصل على كل ما يريد وأنه هدية السماء للبشرية ومش معقول حد يكون مش راضي به فلما يصطدم بالرفض بيهتألم وكمان بيغضب بشدة بسبب الرفض وكمان جرح نرجسي فوقي يعني الشخص العادي عنده جرح بسبب الرفض الشخص النرجسي عنده جرح فوقي كمان اللي هو الجرح النرجسي اللي بيسبب الغضب النرجسي اللي شرحناه في حلقتين مهمين جدا الجرح النرجسي والغضب النرجسي ضروري ترجعوا لهم وبالتالي هيبقى عنده يعني كتلة من مشاعر الألم والغضب والرعب والخوف وحاجات كتير لازم يهرب منها بشكل ما الشخص النرجسي عنده مشكلة في المشكلة ما بيعرفش يتحكم في مشاعره بشكل صحي زي الإنسان الطبيعي فلازم يهرب من شعوره المخيف ده لأن الشعور ده بيشعره بالتهديد المشاعر الغضب النرجسي والجرح النرجسي دي بتعمل عن النرجسي إحساس أنه أن حياته معرضة لخطر لأنه مش قادر يتعامل مع فكرة أنه فعلا بيتعرض للرفض بإصراره جدية وأن الرفض ده حقيقي ولن يتغير وبالتالي معناه أنه فشل في إخضاع الأنثى اللي رفضته دي بمعنى أوضح هو معتبر نفسه فشل كذكر من وجهة نظره أصبح مش راضي فإذن دي المشاعر المركبة الغريبة جدا جدا اللي موجودة داخل نفسية وعقل الشخص النرجسي إيش معنى نرجسي يعني أنا دلوقتي الراجل المجرم ده ما بيتحكم علي بقى دلوقتي القضاء هياخد مجرأة يعني الله أعلم هيعمله في إيه فأنا كده شخصته يعني أنا متأكدا نرجسي لا طبعا ما حدش يقدر يشخص حد عن بعد ولا حتى الدكتور النفسي ولكن اللي بحاول أقوله إحنا شايفين سلوك معين قدامنا وهو سلوك التجاهل التام للرفض وعدم القدرة على التعامل مع الرفض وده سلوك نرجسي بحت فإحنا بنشرح السلوك ده نفسه وهو سلوك للأسف منتشر في فئات كتيرة في المجتمع اتربط على هذا ولذلك إحنا ده اللي بنتكلم فيه النهاردة طيب الحل عنده عشان يسكت غضب ويسكن قلمه كل الأشكال إنه يخضع هذا الشخص وده اللي هو قاعد يحاول يعمله لمدة سنتين متحديا بذلك كل العواقب والعقبات اللي اتحطت في سكته منفعش ده فما فضلش قدام وغرحل واحد إنه يتخلص من مصدر القلم يتخلص من الشخص اللي مسبب له كل هذا القلم المستمر لمدة سنتين يعني باختصار يتحول رول الكهف اللي في الصورة اللي في صورة الفيديو ده وده السبب اني اخترت الصورة الغريبة دي عشان يخبط أي كائن حي مش عاجبه على راسه بالهراوة ويخلص من خطره إلى الأبد وده أكتر تصرف بدائي ممكن يعمله كائن بشري عنده شعوره بالتهديد وفي نفس الوقت بالضعف والعجز التام قدام شعور مشاعر أو موقف أو شخص أقوى منه ومش عارف يخضعه معرفش يخضعه بالطرق الطبيعية فيعمل ايه؟ يخضعه للأبد بالقضاء عليه عارفين قصة هابيله وقابيله وهابيه نفس هي دي النموذج نفس الفكرة كده تمام؟ مهما كلفه ده من التمن حتى لو هيموت بعد كده عقاباً له نفس الفكرة بالضبط في قصة قبيل وهابيه القصة كانت مشكلتها ايه؟ الأخ قاتل أخوه ليه؟ لأنه قدم قرباناً فتقبل منه ولا ما يتقبل من الآخر بس هو مش قادر يصدق الريجاكشن ما هي نفس الفكرة بالضبط هو الخوف من الرفض الرعب من الرفض مش عارف يتعامل مع فكرة إنه ليه أخوية قابل وأنا لأ فيبقى الحلقة لأخوه فنفس الفكرة دي بالضبط لذلك تبرير الجريمة اللي حصلت دي بالحب كسبة كبيرة جداً من وجهة نظري وكل الشباب اللي برروا ده بإنه إقفارت الحب إنه قتلها من الحب مفيش حاجة اسمها واحد بيقتل حد عشان بيحبه إحنا عارفين كويس جداً من حلقة هليو حب النرجيسي وحلقة ما معنى وحبك عندنا النرجيسي النرجيسي ما بيعرفش يحبه أصلاً وتعريفه للحب مختلف تماماً عن تعريفنا باختصار شديد ممكن تسمعوا بالتفصيل في الحلقات في الحلقتين دول ولكن باختصار شديد حب النرجيسي لشخص ما يساوي قيمته كمصدر فايدة للنرجيسي فلو فقدت فايدتك فعادي جداً طفكت حياتك لإنك أصبحت بلا قيمة بالنسبة لذلك الشخص النرجيسي بلا روح ولا إنسانية لإن معالي مش عايزك بس كده باختصار وهنا لازم نفتكر مع بعض كل مشاهد الدراما خصوصاً السنوات الأخيرة في أفلام البلطجة الموجة السيئة جداً اللي برجو كل من يسمعني وأرجو يكون فيه مسؤولين بيسمعوني وناس في القضاء وناس في القانون وناس في كل مناحي الحياة وفي الدراما وفي الفن أرجوكو إنه هذا المصدر السام للمشاعر والتصرفات اللي دمرت أجيال بكاملها أفلام البلطجة وإخناقات الحواري حيث البطل يهدد الشارع كله إن اللي هيقرب للبنت اللي رفضته دي هيقضي عليه فيبقى لا أنت يعني علايا وعلى أعدائي لو مش هتكون إليا مش هتكون لأي حد تاني ويهدد البنت نفسها إنها لو رفضته هيشوها ودي مشاهد حقيقية على فكرة أنا مش ببالك أنا بحكي لكم المشهد ولكن دي مشاهد حقيقية موجودة للأسف في أفلام فبالتالي اللي إحنا شفناها حياً حقيقياً في واقع الحياة دا ما هو إلا ترجمة لهذه المشاعر لو مش هتكون إليا مش هتكون إليا مش هتكون إليا غيري لغا درجة نقيت لها يعني المشاهد دي تجسد رفض النرجسي للمنافسة وللشعور بالهزيمة لو بنت اخترت شاب تاني يعني واحد رح تقدم البنت زي في القصة اللي إحنا بنحكيها دي وبعنها رفضته هو مش قادر يستوعب إن هي هتروح بعد كده تتجاوز واحد تاني ده حقها زي أي إنسان في العالم ولكن الشخص اللي عنده شعور بالاستحقاق المفرد مش متخيل ده يحصل خالص لإنه بيتخيل إن الشاب التاني ده أصبح منافس بيهدد حياته وبيفكروا كل يوم بفشله وبيثبت عليته متى الفشل والهزيمة ودي مشاعر لا يمكن للنرجسيين يتعاملوا معاها بشكل طبيعي أبدا النرجسي لما بيشعر بالخطر بيهاجم بشراسة عشان يدفع نفسه وده تكلمنا عنه في حلقات كتير قبل كده اسمعوا قائمة حلقات حية للتلاعب أرجوكم فيها كذا حلقة عن موضوع الهجوم بشراسة للقضاء على المنافسة ده فالنرجسي لما بيشعر بالخطر بيهاجم بعنف عشان يدفع عن نفسه ولكن مصيب أنه دايما بيدفع عن نفسه ضد خطر تخيولي جواه دماغ وغالبا هيكون تصرف كده كتير ومحدش وقفه فاعتبر ده رد الفعل الطبيعي مثال واقعي في أحد الفيديوهات المتدولة لجران المجرم في القضاء اللي بنتكلم عليه الشخص ده قال بمنتهى العفوية الجار قال بمنتهى العفوية ده ولد محترم ما شفناش منه حاجة وحشة مجرد بس لما بنسمعه بيدرب أمه وإخواته البنات فبيبدأوا يسرخهم ده الوقت الوحيد اللي نسمع فيه صوت جاي من بيتهم فاكرين لما كتبتلكو بوست على فيسبوك إن غلط نربي ولادنا بالضرب وكمان نعلمهم إن اللي يضربك يضربه لإن العنف لا يعالج بمزيد من العنف وإن احنا كده بنساهم في دائرة العنف اللي تكلمنا عليها في حلقات الإيزاء وقلتلكو بوضوح لإنك لما تربي الوحش هيجي يوم وإيده هتبقى أكبر من إيدك ومش هتعرفي تمنعي ضربك أنت شخصيا البوست اللي كتبته قبل 3-4 أيام من الحادث القليم اللي بنتكلم عليه ده أنا بعتبر القصة دي مثال وقعي للأسف الشخص العنيف بيبدأ دايما بإيزاء أقرب الناس إليه داخل البيت بما فيهم أمه ولما محدش بيوقفه بيبدأ يوسع الدايرة فالولد ده معتاد يضرب إخواته وأمه شخصيا ولما ما شافهاش بترفض أو رفضت واستقوى عليها ومعرفتش توقفه وملاقاش راجل يمنعه ويعقبه حتى من نفسها أولاق الجران اللي بيحكولنا الحكاية دلوقتي بعد فوات القوان فإيه اللي يمنعه يغطرب نفسه ويتكبر ويتجبر ويبدأ يعامل كل وأنثى بنفس هذه الطريقة أنثى أوذكر أضعف منه أي حد أضعف منه الأطفال اللي بيتربوا في بيها نرجسية ما شافوش نموذج صحي للتعبير العفوي عن المشاعر الإيجابية المبهجة زي الحب والمشاكسة والفكاهة والفرحة البريئة والنقاش الطبيعي في أمور الحياة أو الأخبار اليومية وأنهم يقولوا ممكن أعمل كذا فيتقلهم لأ فيقولوا طيب عادي جدا يعني الرفض في الأسرة الطبيعية شيء طبيعي بيجرى كل يوم وبالتالي الإنسان لما بيتدرب على التعامل مع الرفض بيصبح عنده مقاومة المشاعر الغريبة الكتير اللي أنا حكيتها دي قبل كده لأنه عارف إن ده حاجة عادية دي مش معناها نهاية الحياة يعني اللي حاجة اللي هتطرفه ده هنجيب غيرها يعني فالأطفال اللي تربوا في بيها نرجسية بيئة بقى دي يعني بيت أو مجتمع واحنا مجتمعنا بكامل ونرجسي إحنا ما نعرفش بيئة الولد ده كتعاملة إزاي لكن أنا بتتكلم بواجهة عام علينا كلنا الحلقة دي عشان كلنا بص لنفسنا وكلنا نشوف الأوضاع الغريبة اللي احنا عايشين فيها والمفاهيم الغلط اللي احنا مسدينها ونحن نغيرها قبل فوات الأوان بالشكل مؤزي ده فالأطفال اللي تربوا في بيئة نرجسية كل بيشوفوه تنفيس عاطفي عشوائي عنيف عن الانفعالات السلبية والعنيفة زي الحزن والغضب والضرب والصمت العقابي وانهم يبقوا ماشيين على إشرة بيت خوفا من العقاب والتعاملات داخل البيت بتكون جفة وبردة في حدود الاحتياجات الحياة العادية أو عنيفة ومؤزية ضد بعض لأن أهل البيت من كتر الضغط ده فقدوا وسائل التواصل الأدمية الطبيعية وبقوا بيتفهموا بالضرب والشتاية خصوصا ضد الإناس فالولد ده هيكبر مقتنع أن كل الستات موجودين أشياء لمدعته ولكن بدون ما يكون في بينه وبينهم رابط عاطفي حقيقي لأن الناس اللي بتقول ما كان بيحبها أو يفقتلها الحب مفيش حاجة اسمها هو من الحب ما قتل ده ما فهم غلط لازم ينتهي من حياتنا وعجبني جدا أن حد كان كاتب ده في تعليق تحت أحد البوستات عندي مفيش حاجة اسمها من الحب ما قتل الشخص المحب عنده استعداد يموت في سبيل من يحب وليس العكس فقلب الفكرة دي ده شعور سام ومريض مش المفروض يكون في دماغنا أبدا فالشخص النرجسي بيتعامل مع الستات بينه يقضي حاجاته بهم ويرميهم ويجيب جديد لأن من وجهة نظر البيت النرجسي المجتمع النرجسي المفروض الراجل يكون بارد ما عندهش مشاعر وإلا يبقى مش راجل المجتمع النرجسي بيربي الرجالة أنه يكسف من مشاعره الإنسانية الطبيعية الراجل ما بيعايطش وبيخفش لازم يكون شارس وعدواني وعنيف جسديا ويمد لسانه وإيده ويفرض سيطرته بالقوة البدنية الغشمة إيش معنى قلت الغشمة؟ لأن القوة البدنية مش حاجة وحشة عند الراجل أو الست لكن لما تبقى قوة غشمة يعني تستخدم للضرر تستخدم ضد الضعيف في الإذاء بدل ما تستخدم لحماية الضعيف تصبح مشكلة سلوكية ونفسية الولد النرجسي ترابى أن الراجل لازم يشكو مخته ويخوفها ويتحكم فيها حتى لو هو صغر منها ولازم لما يعقبها لفظيا وجسديا ما تفتحش بقه تخضع لا تقاوم لا ترفض لا تشتكي فبيحصل له حاجتين بيعتبر أن ده حقه وأنه مش من حق حد خصوصاً أي أنسة ترفضه أو تقاوم وبيفقد تدريب عاطفي ونفسي مهم جداً لتكوينه النفسي وهو التعامل الصحي الطبيعي مع الرفض تخيله طفل عمره ما تعرض لرفض عمره ما حد قاله لا أو عقبه أو حمله مسؤولية أخطاءه أو طلب منه يتغير أو يتصلح أو يعتذر أو طلب منه يحمي بدل ما يؤذي تخيله طفل تربى أنه يأمر فيطاع فوراً وإلا من حقه يعاقب بشراسة حتى لو بالضرب الشديد أو الخنق أو أي نوع من الأذى الشديد الولد ده هيكبر على مشاعر مشوهة وصلة منقطعة بينه وبين عاطف وبالتالي انعدام تعاطف تام مع الآخرين وده اللي بيخليه يقدر يؤلمهم ويؤذيهم ويقف يتفرج ويدحك لأنه ببساطة ما تعلمش يشعر بالآخرين ولا يحاسب نفسه لو أذاهم وده يفصر لكم السبات الانفعالي الشديد حد سألني في التعليقات إيه كمية السبات الانفعالي الرهيب دي وهو بينفز الجريمة واحد بيتبع حد فتح النهار أمام الناس بدون أي ترد وديده مرتعشتش حد لأنه بيحسش طبعاً احتمال أنه بياخد مخدرات ده شيء احتمال ويرد لكن احنا بنحكم على الفكرة العامة اللي احنا نعرفها على المعلومات اللي اعرفها لغاية تسجيل يوم تسجيل هذه الحلقة فإذا الولد اللي اتربى بالشكل الغريب ده بيكبر يصبح رجل يشعر بالعار من مشاعر الحب والحنان المشاعر الطبيعية لأنها بالنسبة له تمثل ضعف فبيعيش خلف قناع جاف لحد الغلزة ولكن ده مجرد القناع الحقيقة أنه ورق قناع ده خواف ومرعوب أن قناعه يسقط وحقيقته الهشة دي تنكشف فأسهل حل يلجأ للعنف للحصول على ما يريد بدون تعرض للجرح النرجيسي الناتج عن الرفض اللي ان ده بيخليها نفجر في صورة الغضب النرجيسي سواء هيترجمها الحمل التشويه ضد الست اللي رفضته دي وأن عمره ما كان أصلا يبص لها ولا يهتم بيها وأنها ما كانتش تحلم أصلا مش عارف إيه أو هياخد اللي عايزه منها رغما عنها سواء بالخداع بالعود الكذبة أو بالكوة أو بالتخلص منها نهائيا للأسف كما رأي طب بعد القصة الكئيبة دي الراجل السليم نفسيا بيتعامل إزاي مع الرفض عشان نفهم إيش معنى الراجل عشان الراجل هو اللي بيتعرض للرفض أكتر في مجتمعاته فالراجل السليم نفسيا تربي ابنك يتعامل مع الرفض إزاي زي ما قلنا مفيش راجل مش خايف من الرفض ولكن السليم نفسيا بيستطيع السيطرة على مشاعره ولا يتركها تتحكم فيه بيعرف يتغلب على خوفه لو قابل إنسانة محترم وعجب بيها عايزة تشاركوا حياته بيعرف يبيع لنفسه الفكرة إن الفوز بيها يستهل المخاطرة والمخاطرة عند الراجل حاجة طبيعية يعني يمكن الستات اللي بيسمعوني مستغربين أو يعني ما ياخدوش الخطوة دي لكن بالنسبة للرجال المخاطرة دي من الرجول لو ما عندوش مشكلة الراجل الطبيعي ما عندوش مشكلة ياخد مخاطرة محسوبة وبيبقى بيقول لنفسه إن حتى لو رفضت فهو على الأقل حاول عشان ما يلومش نفسه بعد كده وبيروح يفتاحها يكلمها بأدب ويحترم رغبتها إما هتوافق فيتعامل معها باحترام ويحميها ويحافظ عليها وما يستغلش الموقف وإما رفضت فيشكرها ويتمنى لها الخير ويكمل حياته ده ليه؟ لإنه واثق في رجلته الشخص النرجيسي اللي احنا حكيناه في أول حلقة ده شخص مهزوز غير واثق في نفسه ولا في رجلته خالص هاش ولكن الراجل الحقيقي مش رابط بين الرفض والفشل ليه كراجل مش الرفض بالنسبانه مش فشل لرجلته لأ موقف ما مشيش زي ما هو عايزه إيه المشكلة؟ إنه يعمل موقف تاني بعدين مع حد تاني حصل خير يعني محاولة فشلة آي نعم ولكنها مش فشل ليه كراجل مش نهاية العالم والإنسان بيتعلم بالتجربة والخطأ وجايز المرة الجاي يكون حظه أفضل ولو البنت دي ذكرت أمامه وبعد كده لا هيجتمها ولا هيشويها ولا هيصخر منها عقاباً ليها النهاية جرأت ورفضته بالعكس بيعتبرها أخته ويرفض حد يؤذيها في وجوده لأنها كانت في يوم من الأيام الست اللي بيحلم يكمل معها حياته وبيتمنى لها خير ده الراجل اللي بجد أظن واضح الفرق جداً بينه وبين شوية العيال بقى اللي احنا بنشوفهم كل يوم في الميديا وفي السوشال ميديا وفي المش عارف إيه اللي ما يعرفوش حاجة عن الرجول الحقيقية والنخوة اللي نتيجتهم الحماية مش الأذى الرجول الحقيقية بتحمي مش بتؤذي ويريد طبعاً هذا الرجل يكون اختار ست سوية نفسياً هي كمان هتتجاوز المواقف بتاع ان هو طلب منها فهاية رفضته وهتكمل في حياتها من غير ما تتكلم عليه أو تصخر منه أو تقرنه بحد فيه نوع راجل ثالث مش نرجسي ومش واثق في نفسه ده الولد المؤدب اللي كان حبيب ماما الطالب المثالي مقفول عليه بيذاكر وملوش صحاب ممنوع يلعب رياضة وهواية ما بيخرجش ما بيسافرش مع الشباب فكبر منطوي خجول مش واسق في نظرة الأنسى ليه فده ممكن يعيش كل حياته مستني واحدة هي اللي تيجي تخبط على بابه هي اللي تيجي تكتذبه هي اللي تاخد المبادرة وتوضح له انها هتقبله وكمان تقدم له ضمانات مسبقة ان هو لما يتقدم لها هتقول أوكي وده المصيبة اللي في مجتمعاتنا حاليا بقى منه كتير الولد ده يعني اللي احنا عندنا النموذج النرجسي المتربي غلط وعندنا المتربي زيادة عن اللزوم بالشكل اللي احنا شايفينه ده فرجالة كويسين جدا وموجودين في المجتمع خايفي سواء بالسبب ده أو بسبب عدم خبرتهم في التعامل مع الست القوية لانه احنا تكلمنا في حلقات مرهقين في الاربعين وحلقات حبيب ماما زي الام المسيطرة زيادة عن اللزوم ممكن تكسر ابنها الزكر فبالتالي مش هيبقى عارف يتعامل مع الست القوية بيخاف منها كمنافس كأنها راجل أقوى منه فأصبح في مجتمعاتنا دلوقتي في بعض مجتمعاتنا العربية مطلوب من البنات هما اللي يفتحوا الطريق هما اللي يظهروا الموافقة من قبل أي عرض هما اللي يتقدموا حرفيا هما اللي يروحوا يفتحوا الباب هما اللي خطروا بالتعرض للرفض بدلا من الرجال وده للأسف بيستدعي حاجة اسمها استجابة الصدمة عند الستات اتكلمنا عنها في حلقتين سابقتين في قائمة حلقات بهذا الاسم اسمعوها واعتبر دي إحدى بشاكلنا الاجتماعية والعطفات كبيرة حلقان طيب نعمل إيه عشان نقول الحلول نعمل إيه لو تحطينا في المواجهة مع نارجيسي لا أقبل للرفض حصل المواقف ده في حياتنا واحدة فينا ماشي في حياتها هطلق لها واحد طلب منها قالت له لأ لزق مش عايز يمشي رأيي لازم تكونوا حازمين جدا جدا وواضحين جدا وتقفلوا الباب تماما وفورا من أول مرة لما بنسيب باب موارب ونسمح لاستمرار التواصل والحوارات مش هناخلص فيريد بلاش إحنا نبقى مهزبين زيادة عن اللزوم إنه يا أحرام أصلي عيب أصلي أنا أخلاقي أصلي ما ينفعش ده كل دي حجج أنت خايفة واجهي خايفة تقولي لا لأنك مش بتعودة تقولي لا فاسمعي حلقة كيف نقول لا بدون الشعور بالزم فالحل إننا نغلق الباب لا شكرا متشكر يا جيب أنا هنرد باحترام جدا وبمنتهى الأدب ولكن هي مرة واحدة بس مفيش حوارات مفيش كلام رايح جاي ويا ريت أرجوكو بلاش بوسات التشهير والتلقيح على السوشيال ميديا اللي ممكن تتحول لاستفزاز لشخص غير مستقر نفسية معايا لا بخير ولا بشر ما تردوش خالص ويا ريت ما يكونش معايا مواد دي يقدر يهددكو ويبتزوكو بيها طيب برضو أصر ومش سايبنا في حالة لو الموضوع فيه تهديد أو ابتزاز أو شبهة إجرام يبقى الجاء المحامي فورا ينصحكو بطريقة التصرف الصحيحة في البلد اللي انتم موجودين فيها تابع قوانينها لأننا عارفة أن الناس اللي بتسمعني من جميعها لعالم فكل بلد لها قوانين وليها طريقة التعامل في مثل هذه الأمور وابدأوا انتبهوا جدا لنفسكو لا تتواجدوا وحدكم تماما حتى حل هذه المشكلة قانونا تحت قوانين البلد اللي انتم فيه أما الحل على المدى الطويل فهو تقبل ثقافة الرفض في مجتمعتنا لازم كلنا نساعد بعض أن يصبح ده واقع في حياتنا ونعترف بحق الرفض للإناس اللي المجتمع بيعتبره من نقصي الأهلية مش عارفين مصلحة نفسهم مهما بلغوا من سن وخبرة واستقلال وإن دايما فيه حد كبير عارف مصلحتهم أكتر منهم مفروض ياخد لهم القرارات وهم أقولوا حاضر ومش من حقهم يرفضوا الفكرة دي لازم تنتهي تنتحر في مجتمعتنا لازم تنتهي تماما ونسمعش عنها تاني ولازم نربي ولدنا على احترام الرفض وعدم الزن وعدم اعتبار أن الرفض يعني دلال يعني ابنك لما تقول له لا لازم تربيع لأنه يفهم أن لا يعني لا ومتغيريش رأيك تاني مهما عادي زن سبيت فيلم وعدم اعتبار الولاد أن رفض البنات يعني دلع بمعنى لو ترجتني شوية هوافق أنا بس بتقل عليك الفكرة دي برضو لازم تنتهي من حياتنا لأن الأثر بتاعها هو أن أي حد بيقول لا وعنده حق في ذلك لا يؤخذ بجدية وده خطر جدا والناس الجهلة اللي بتوع تنصح الستات تتصرف بهذا الشكل باعتبار هي دي الأنوثة أرجوكوا اتقوا الله افهموا أن انتوا بترسخوا في المجتمع الستات مش حقيقي ومش لازم الذكر يحترمه ولازم يقتحم ويفرض نفسه بالعافية وده بداية جرائم كثيرة جدا بتحصل في مجتمعاتنا أرجوكوا اتقوا الله فكروا كويس جدا في الكلام اللي بتقولوا للناس أظن واضح ده ممكن يتطور لإيه بالدليل العملي زي ما شفناه وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ أولادنا ودومتم بكل خير واما